ستوب شكراً يا جماعة هنكمل بعد البريك بريك يا أستاذ ايه يا أستاذ بريك ايه دلوقتي؟ انت منتفق معايا هتعمل أربعين دقيقة قبل البريك انت الوقت هيعمل ثبان أو ثلاثين دقيقة بس كده هتخرب بيتنا ديفلوس ناك يا أستاذ انا هعمل ايه بس يا أستاذ؟ مانا شغال من خمسة الصبح خلينا في المهم ايه رأيك يا أستاذ؟ رايب ايه عام؟ رايك في السيناريو بتاعك اللي انا بخرجه وانا لسه تفرقت على حاجة اما بقى اتفرج مع الناس بقى في رمضان بقى اقول لك رايب اول يوم العيد صغار ان شاء الله ايه ده؟ انت ليه يا أستاذ بتحبطني كده؟ حظك كده انا اصلي من نوع المح قطر خيرك يا أستاذ انا رايح هتغدى هتيجي معايا؟ لا تغدى انت بالهنة والشيفة انا ما بقولش غير في بيتنا يا أستاذ يا أستاذ رحمني يا أستاذ انت كل يوم اللي يتاكل جنباري يتاكل جباريا يتاكل بط شكل يا يا اخي يوم كو شريط يوم فلو طعمية يوم جبن انت بتتكلم فيها أستاذ؟ بتتكلم في ايه؟ ده انت مشغلنا زي عمال الطرحيل بعد ازنكو شوف التوزعل منك انا مش فاهم انت بتغتت عليلي انا اللي بغتت علي ما انت اللي بصيصه في اللقمة اللي بتجبهاله يا عم وبعد انكبر دماغك هو بيخرج وانا بقلف وانت بتنتج والممثلين بيمثاله دي كلها اللقمة عيشة يعني اهم حاجة تلايمنع القرشين القرشين بتوع ايه؟ القرشين بتوع المسالسل الجديد مش متفقين هتدينا عشرين ألف جنيه عربوني يا عم متنسيت ولا ايه؟ خلاص خلاص فهمت ايه يا ويليم انت فين؟ بقولك ايه هتلي عشرين ألف جنيه تعلالي في الاوكيشن ايجيبهم ورق ميات مش عايز عشرات انا ما ببيعش الليب سمعت! هتهم له ميات يا عم خلصني منه يلا يا ويليم انا بستنيك في الاوكيشن مع السلامة اهم حاجة بقى متقولش لمراتك ان انا خدت عشرين ألف جنيه عشان مراتك ممكن تروح تقول لمراتي وتبقى ليلي عجيبة ايه الحكاها محمود انت بتلعب في ديلك اولا ايه؟ ديلي ايه عامex وفي بناي آدم عنده ديل الدييل ده واحد كان بيتمنى يبقى ذلك هي EEب انت تدفق خفيف هو يا يا اخي كتب الكلام دا في ورقة عشان مش تتحق هنكتب بس واهمة حاجة لمنى على الفلوس و قاوى هي تقول لمراتك انا بقول له مش هقول لمراتي وحديك الفلوسين الهارده بس انت اللي يمني على حلقات تقلق شاوساز انت معك اكبر مؤلف جمهورية مصر العربية ده انا الوحيد اللي باكتب وبطبع مع بعض يعني واخدها فحت ورد تمام يا ساميه كده وصلني من الدفعات 150 الف جنيه فقدر 20 الف جنيه وتستمي شقة بتقولك اتفضل يا حاني بزمتك في حد يعمل فوق اخته كده بقالي سنتين ساكنة قانون جديد وبدفع كل شهر شئوي شويات وانت اخوية وبتبني عمارة وتاخد مني زي الغريب وانا بابني عمارة ملك يا ساميه انا احاير لحطة مهندس صغير بابني لصالح التحاد ملاكي يدوني فلوس يقولولي ابني ابني واخد حسنتي حسنتك عايز تكسر فوق المئة الف جنيه وتقولي حسنتك دوني انت حوتك اللهه اكبر اللهه اكبر اللهه اكبر على فكرة يا ساميه احميدي ربنا ان انا عرفت وغفر لك شقة مية وتسعين متر بمية وسبعين الف جنيه بعيد جرانك واخدنا بمئتين الف جنيه يعني انا مغفر لك كده الواجه الليها تلاتين الف جنيه متشكرة يا اخوية متشكرة يا حبيبي ربنا يجبر بخطرك زي ما جبرت بخطري بقولك ايه اذا ما كانش عاجب ترجعيها حبيبتي وفيه زبون بمئتين الف جنيه واخوك هيكسر خلاص خلاص بقاش المحاضرة بتاعت كل مرة دي والله يا سعيد احنا مقاجلين كل حاجة في حياتنا لغاية ما ناخد الشقة دي لدرجة ان احنا حتى مقاجلين الخلفة اعمل ايه في محمود جوزي مالو محمود يا سامي هيجنني بالاجهزة اللي عمالي اشتريها عمالة على بطار اجهزة تسجيل كاميرات فيديو انت عارف من اسبوع بس اشتري الكمبيوتر صغير كده تلاتاشر الف جنيه وشهله معاه في كل حت هويته يا ساميه صدقيني دي هوية احسن من هوية منايلا كتير قوي على قل ده قدام عنيكي وفي بيته بيته محمود ما يعرفش حاجة في بيته غير القوضة اللي فيها الاجهزة دي انت عارف بتمن الاجهزة دي كنا ممكن اشترينا الشقة كاش قوم قوم اتفرج على القوضة ما انت عرفها مهرجان اجهزة فيه ايه يا ساميه مالك الراجل بيكسب كويسه بيصرف على بيته كويسه وعلى هوياته كويس الله اذا كان عشاق يا سيت فاضل عشرين الف جنيه وخلاص وتستلميها وليه ما اشتري نهاش كاش وكان ممكن كمان يشيريلي شريف مارينة سبحانك يا رب سبحانك يا رب مفيش واحدة راضية بحالها ابدا مالك يا سمسمة مالي جوزي بيكسب المكاسب دي كلها وما عندوش حساب في البنك وتقول لي مالي ايه يا ساميه اللي بتولي ده جوزك مؤلف ناجح ومطلوب مش معنى انه ما عندوش حساب في البنك انه وحش يعني الراجل بيكسب كل فلوسه ده على بيته قصدك على الكلام الفرغ اللي في القوضة دي لا اله الا الله هوايته يا ساميه هوايته بيشبعها انت ناقسك حاجة ناقسني حاجات كتير عادي كل الستات ناقسها حاجات كتير مفيش فايدة ابدا هو تاخر ليه اه 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 محمود انا سعيد سعيدة كمرتك اه سعيد ازايك لا يا عم اتاخرتش ولا حاجة انا تحت البيت اهو بخلص بس حاجة في الكمبيوتر وطلع على طول يا عم تنزلي فين بقولك سانية واحدة طلعلك على طول يلا سلام موسيقى ماش قلتلك ده هيجننني ماش قاوي كده ده انت اللي تجننني بلد والله اختي وانا عارفت كويس طول عمرك عاملة كبيرة وعقلة وفاهمة كل حاجة يا سلام ليه وانا مش كبيرة وعقلة وفاهمة كل حاجة تصوري يا سمسم ان هي دي مشكلتك مع جوزك هو فنان مطرقع لاسع عايز يكسب ويصرف ويبعزة انت وزيرة اقتصاد طيب يا فيلسوف لم فلوسك بقى ليه جيش بطفيهم يشتري بهم اجهزة نا انا في عرضك بقولك ايه اخدي بقى واصل بالمبلغ بتاعك احسن معقولة اخد بين اخويا واصل السلام طول عمرك بتقولي كده وبتاخدي برضو في الاخر واصل اتفضلي طبعا لازم اخد واصل سلام عليكم زكا سيعة اعمل ايه زكا سامية زكا محمود طبعا الاكل لاسع مجهز ولا ايه انا ما تجهز الاكل بقى تعال افراجك امعلم على الحتة العبطرية الجديدة ديه هي ديمو 13000 جنيه؟ تعرفين وله ايه تعالى عام العلم ادي سعرها في السوق 150000 جنه بقى او Nada تعالى تعالى ، فهي يا ربي جوزي مجنول وأخوي أجن منه ايه ده ايه ده ايه ده محمود دي قاعدة فضائية دي ولا استوديو تلفزيون ولا استوديو التصوير ولا صوت ولا ايه ده اه ده عبقاري طبعا أنا مش كده ايوه بس فهمني ايه ده الاول بص يا سيدي دي احدث تكنولوجيا موجودة في العالم في الصوت وفي الصورة وفي الكمبيوتر وفي الانترنت والده واللود وشغلانة كبيرة قاوي حلوة قاوي 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 يا محمود بس ليه ده كله وقلي ليه بص يا سعيد انا ما بعتبرش ان انت اخ امراتي والبواخة دي انا بعتبرك صاحبي واخوي وحبيبي عشان كده بقى بحكيلك على كل حاجة فيه يا محمود انت بتحب واحدة في الفضاء الخارجة وبترسلها عبر الاجهزة دي عبر دي كلمة تقولها عبر بص ما بحبش روح الدعابة حكاة دي كلها سعيد ليه علاقة بعقدة النقص اللي عندي عقدة نقص اه صراحة عندي عقدة نقص نقص تابوي الله ارحمه كان بيشتغل ويتعب عشان يصرف على اربع اخوات انا اصغر شفا انا بفهمك او يا عم انت اللي بتقطيعني ابوها بقى عمل اللي عليه وصرف علي ودخلني الجامعة اما دخلت الجامعة قلت خلاص فرصتي بقى هخش فريق التمسيل الا انا طول عمري باحلم بيه رافضوا ياخدوني كممثل قال ايه صوتي مش قد كده قلت مش ايش كان اخرج اقل في المهم يبقى لي وجود في المصرح بس ما فيش امكانيات في المصرح كان نفس اعمل انبهار للجمهور نفس اعمل احدث مزيجة احدث صوت احدث اضاءة احدث انبهار للناس اخلي الممثلين يطيروا من على خشبة المصرح على بمخة الجمهور ويرجعوا تاني على خشبة المصرح مقدرتش مقدرتش خالص يا سعيد الامكانيات كانت ضعيفة امكانيات ضعيفة في البيت وامكانيات ضعيفة في الجامعة عقدة النقص كبرت 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 لغاية اما بقيت عقد انا ايوه يا محمود ده كان زمان دلوقتي خلاص انت كاتب كبير مشهور واسمك منور ايوه بس العقدة فضلت زي ما هي عندي لغاية اما الفلوس جاريت في ايدي بشكل مبالغ فيه بقيت اشتري كل اللي انا كنت محروم منه منه انا صغير اشتريت بدل التلفزيون خمس تلفزيونات بدل الكاس اتجبت التالة الكاس التاد اشتريت شوكولاتات كتير بجيب ايس كريم ووزع العمارة كلها بعود عقدة النقص اللي عندي بس تعرف ان الموضوع ده هيجنن مراتك ليه يا عمي جننها ليه انا حرمة من حاجة وبعدين دهواية عندي قاعد في وسط البيت في وسط الاجهزة بتاعتي مش احصل ما اروح اصاحب واحدة ولا اروح اصاحب اصدقاء السوق ويشربوني حاجات ممنوع حكوميا وجهت نظر يا محمود انت صح طبعا صح وانا عمري وقلت حاجة غلط اصبر بقى ما فرجك على اختك بتعمل ايه اخت بتعمل الغداء في المطبخ انا عارف ما ايه قدامنا ايه ايه ده انت مسوارها ولا ايه مش مسوارها ولا حاجة دعال هوا كاميرا صغيرة محطوطة في المطبخ اعرف بتعملها ايه راحت عند البوتجاز حطت في حتة لحمة راجعت شفت شغل كله على ما بيضا انت جاسوس يا محمود مش جاسوس دي تكنولوجيا حديثة بفضل ادي البواب قاعدة اهو ودي عندك هنا الصلاة كله عندي باين اعتري يا عمالة تقولي عمال يصرف فلوسه على الفاضي او المليانة قلتلك ايه متى الكلام ده ده من شوية قاعدة اشتكلي كتير او محمود او مش اشكال ما كل حاجة اعرفها كله متسجل عندي هينها معالك ازاي يعني افضل يا سيدي اهو اللقاع اللي كان بينك وبينها موجود في الصلاة ادي شغل الصلاة اهو افضل حضرتك اهلا اهلا يا سعيد تعال انا واي حودة انا واي حودة ازاي كاسم ايه ده ايه ده ايه ده اين فلوس اللي طلعت خالك ده ايه ده فلوس شاقتكو يا اخوة ماش يا عام كل حاجة عندي انا بنلعب مش معقول يا محمود ايه التكنولوجيا دي طبعا يا عامو من التفاكر ايه انا جايز يا محمود بس سام يا بيتنا دمك يا بس امعلم الحق تطفني كله ده اقولك يا محمود او عتصورني وانا باك ايه با جدا عيب ايه اللي كده كله مطرفي قدامك عندي كاميرا تانية تصورك يالله تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس نخلص إقصاط الشقة ونفرش كمان ايه ده؟ عقد جديد؟ وبتاريخ مبارح؟ دفع التوقيع؟ عشرين ألف جنيه؟ بقى كده يا محمود بتخبي الفلوس من وراي؟ عشرين ألف جنيه يا محمود مش كفاية تلات داشر ألف من اللي اشتريت بهم الكومبيوتر الجديد؟ ايه دي يا سمي؟ ايه دي؟ ما انت لو صح تي دلوقتي مش هتخدي منه حقه ولا باطل ماشي يا محمود الصباح ربقها حلوة موضعش هايل جداً هو ايه بقى اللي هايل؟ كتبت حلقة بدلا من نص حلقة اللي كتبتها مبارح؟ حلقة ايه ماما؟ انا عملت انجاز خلاص انجاز؟ انجاز ايه اللي انت عملته؟ انت عملت لعب من الصبر؟ ده مش لعب يا هانم ده شغل اسمه بص يا حضرتك اي سيديهاية بتلاقيه علي جورنال اي مجلم اللي بيوزعوها دول دول بيسجلوها انا مكنش باعرف اسجل دلوقتي باعرف اسجل من التلفزيون بصي سيديهاية هي تمانها مايجيش تلاتة جنيه اقدر بمنتهى البساطة اسجل عليها اللي انا عايزو من التلفزيون مادام عملته واصلات الفيديو ان والفيديو قاوت من الكمبيوتر للتلفزيون خلاص سهل جدا انا اسجل بقى افلام وسلسلات كل اللي انا عايته بصي تكة واحدة بالمأوس خلاص سجل وديت فين الى عشرين الف جنيه اللي خدتوهم اخوة ممكن كمان سجالي ما تشك كوره العالمي روضة عليا جرا سامي زعيلي ليه عشرين الفي نبتو ايه اللي خدتوهم دفع الطوقية من النبراوي مبارح ها سامي عمقى وان انت تفتش في ممتلكات الخاصة لعلمك بقى يعني انا عمري فتش في ممتلكاتك ولا في شنطيتك ولا في جيف وستانك محمود ما تعصبنيش انا باسألك عالعقد جرا سامي عقدي العقد ده انا كتبته من غير مااخد من الراجل ولا مليم ولو مش مصدقاني عندك تليفون مراطي النبراوي وعى صاحبتك اسأليها بنفسك وحياتك لا اسأل النبراوي بنفسه انت فاكرني ايه هصدقك بسهولة كده هتطلبه حالا دلوقتي اطلب ايه عادي جدا انا براوي بقول لك ايه سامي اه هتطلبك دلوقتي عشان تسألك عالعشرين الف جنيه دفع اوعى تقول لها ان انا خدت منك حاجة ايه يا عم اوعى تقولها مرماطك انا براوي لا ما تقلقش نهاردة ان شاء الله سلمك حلقتين هادي مشكلة اكتبهم في ربع ساعة سلام زي ما بقول لك كده بالزبط يا مستر محمود مندوب الشركة طلع المطار يستلم الجهاز من ساعتين عالعالعال يعني واصل بالسلامة من اليابان وفي كل الامكانيات اللي قلتلك عليها كمان والمبلغ عشرين الف جنيه زي ما اتفقنا لا بصراحة هو المبلغ غايزيت شوية معلش بقى انت عارف الاسعار كلها اليومين دول مرتبطة بسعر الدولار بس تجين انت وتتفرج عالجهاز وتجربه ومش هنختلف مع بعض يا اهاب انا هاجة اشيل على طول وادفع الفلوس كاش عشرين الف جنيه اوكي وانا في انتظار خلاص اهاب انا جايلك على طول مسافة السكة مع السلامة حالو اوش اتفضل يا محمود بينا الاتهاز ده بقى فيه اعلى سعة التخزين الزكرة بتاعته عالية جدا اهم حاجة انه 200 جيجا وفيديو اين وقاود ودي فيدي و سي دي ريد اندرايب بقى اقولك فيه كل حاجة طب ايه رأيك بقى ان دي اول وحدة متكاملة تدخل مصر لا وايه جاية بأوردر مقصوص على شاك طبعا بقى اقعد واجرب واتفرج واشوف كل حاجة ده كلام يا مستر محمود ده انت اتنور ده انت احسن عميل عندنا اتفضل شكرا يا سيد يا ناد يا فهميني انا متأكدة ان محمود ابض من جوزك ل 20 الف جنيه طبعا بسق فيه بس انا متأكدة كمان انه خبه عني الفلوس دي عشان يشتري بها جهاز جديد من المليلي بهم القوضة ما انا كلمت جوزك في التليفون هقال لي ما قبضوش اي فلوس اعرف من اين بس مين؟ مين ويليام ده؟ مدير انتاج المسلسل؟ اه وعنده كل الحسابات؟ طيب نمرته كام؟ 0-1 هم هم طيب يا حبيبتي متشاكرة قوي مع السلامة اه 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 هم زي دين مية جنيه ايوة 20 الف ومية كده؟ طيب يا استاذ ويا انا هعدل فلوس تاني وانت كما راجح حساباتك وتشكرة قوي طيب يا محمود بتقبض وتخبي علي يا محمود اما ترجع اما وريتك ما هو ما ينفعش يا استاذ نسافر لندن داخل معك عشر ممصرين وتقودي اسبوعين كده يدخرب بيتي يا استاذ المشاهد الخارجي لازم تتصور في جنايا لندن وشوارعها طب قول الداخلي مقدور عليه ممكن نبني دكورات في الاستوديو والخارجي كمان مقدور عليه عندك اسمها ليه يا اخي؟ كلها خضرة وصهور وحاجة حلو قوي نجيب وقت خطات كويس يعمل كام يافطة مكتوبة بالانجليزي وكان راجل ابيض كده ونلبسهم عساكر انجليزي وكان بيتي حلوة هات بنات من روسي يا اخي ولبسهم الميكرو جيب والميني جيب ويمشي في الشارع وكان عربية ونعلق عليهم نمر بالانجليزي وينمشيهم شمال كده بقينا فلندن طب والمطار يا استاذ المطار هنصوره ازاي؟ يا استاذ عندك مئة فيلم موجود في المطار هات الفيلم ده واسعص منه وعمل منتاج خلاص مشكلة المطار تتحل خلصي بقى يا استاذ يا ويليام هات لي مصاريف الاسبوع اللي فات وتعالي بسرعة يلا يا ويليام اوكي يا استاذ هاز بقى انا على اللوكيشن عشان عدينا شغل كتير اول مهاردة همتك معايا شوية يا استاذ بلاش كاكاية تلتاشر دقيقة و تلتاشر دقيقة و نص دي انا عايز خمسة واربعين دقيقة وإلا يتخرب بيتي هينك تخص يا استاذ مش يقومك ربنا يساهل يا استاذ مع السلامة قلتلها ايه؟ قلتلها ان هو صرف العشرين الف جنيه بالزبط استكين كل استك بعشر تلاف جنيه زي ما جون من البنك يا خيبتك يا اخوة وعمل لي فيها من دي الابتاك هعمل ايه في المصيبة دي؟ عادي عشرين الف جنيه عدوهما باشا دا كلام برضو يا مستر محمود وانا برضو هعد وراك المهم بقى اقول لي عايزك الجهاز يروح لك البيت امتا هيا دي بقى المشكلة مشكلة ايه؟ المادام اصلها ما بتهبش الاجهزة دي خالص لو شاف الجهاز جديد داخل البيت هتبقى مصيبة طب والعمل ما فيش بقى انا فكرت في سناريو كده عشان الجهاز ده يوصل البيت بس لازم الشركة بتاعك وتمثل معاها فيه مش فاهم افاهمك يا سيدي انتو دلوقتي عندكو زباين كتير قوي بتيجي دشتري وبتاخد فواتير اكن يعني انتو عملتو مسابقة على الفواتير دي والعمير رقم عشر تلاف ياخد جايزة احدث جهاز كمبيوتر هداية ايوه كتقوم بقى حضرتك تطلع الفائز واجهاز كمبيوتر يوصل لك البيت على اساس ان هو الجايزة صح؟ صح عام مية مية ايبقى انا كده مشتريتش الجهاز بس انتو بقى تلافوا الكرتونة بتاعتي الجهاز دي بورق ملون وفيونكة وتيجوا كلكو بربطة المعلم وتعملوا لي مفاقجة بقى وستاذ محمود هو انت ممثل ولا مؤلف يا عامر اشغالوا بس ارزق كلوا مع بعضوا ثانية واحدة اصلت القوة انا براوي ده المنتج اللي بيبعثت الفلوس انا براوي خير واسيدي انا موجود اقوى في الشاركة بتاعت الكمبيوتر اشتريت الجهاز الجديد ايه? بتقولي انا براوي مرأة عرفت ان انا اخذت تقفى 20 الف جنيه بارح عرفت مين انا براوي يا ساتر على الغباوة بتاعت الشركة بتاعتك كلها انت فين انا براهو دلوقت خلاص انا جاي لك دلوقت على المكتب يا الله سلام في حاجة ولا يا محمود مفيش يا سيدي مشكلة بسيطة كده شوف لها تأليفة مهمة اكلمك اقولك تبعاته الجهاز ده امتى بالزبط اتفقنا اتفقنا لحظة واحدة بس تاخد الفاتورة بتاعت يا محمود افهم انا ما قلتش لمراتي ان انت قبضت اي فلوس مراتك هي اللي لفت وضارت ووقعت مدير الانتاج بتاعي تبولها لا استاذ نابراوي معرفش بس انا عارف بق سامي ازا ما انا هدلوقتي بترتب لمصيبة صودة واخناءة كبيرة جدا بص يا استاذ نابراوي انا اقولك على حاجة اللي عمل المشكلة دي كلها الاستاذ ويليا مدير الانتاج بتاعك هيب انت اللي تتحمل غلطاته يعني عايزنا بتصد ممراتك وقولها مدير الانتاج بتاعك قدامك لا استاذ عايزك تديلي عشرين الف جنيه غير الاولانيين بس عادا ونقل منين؟ وايه اللي منين دفعة من العقد بتاعي انا اقصد معيه السيولة دلوقتي خلاص يا عام اديني الشيك الساعة واحدة ونص يا دوبة كلها البنك عالناص بس انت ملكش دفعة دلوقتي يا محمود يا عام دفعة ايه وانا في الجيش كتب لي انت بس الشيك اكتب وانا ان شاء الله وعيدك مش هخرج من قطل لما خلص لك خمس ست حلقات على قلب انا مش فاهم طول عمري عارف ان انت لاسع ورغم كده بتعامل معاك لو ايه بلها قطل خمس ست حلقات على قول بقولك ايه فاضل الشيك اهو اشتغلنا لما تنضي الواصل انا عايز الاسبوع الجاي على الاقل سامة حلقات وايه اللي حقلب الترابيزة على دماغك يا عام خلاص اقلتلك اخلاص لك 7 حلقاتي يا شغلانا هجيب من ايه مسلسل قديم واقلب الشراط الحكاير يا ربي لا وشمت ايه حكاية؟ عرفتي ولا ايه؟ طبعا عرفت ولا فكاني نايمة على وداني ولا غبية ولا مغفلة؟ لا ما تريش على نفسي غبية انا متجوازك اساسا عشان زكاوتك عشان دماغك اللي بتوزن بالده سامي من فضلك يا محمود بطل كلامك ده المزوء لانه مش هيغير من الحقيقة انت راجل خاين انا خاينة ساميه انت عارفة كويس اوها ساميه ان انا بحبك وعمر ما بصت لأي واحدة في الدنيا ليه؟ عشان بحبك يا أستاذ الخيانة مش انك تعرف واحدة تانية على امراتك الخيانة انك تخبي على امراتك هلا يا حبيبتي انت بتصدق الكلام اللي في العقد ده انا ما قبطش المبلغ ده كله وانت قابد عشرين الف جنيه بتخبي فلوسك علي يا ليه؟ بصرفه على الاهلي ما انا بتفح حقصات في الشقة مش عايزنا بقى نسيب القانون الجديد ونسكم في شقة كويسة ونبدأ حياتنا ونبقى ناس محترمين ايو يا سامية مهانة اصلي انت اصل اكراج الخاين وكذاب وكمان مضمن مضمن وصلت لمضمن انت عارفة كويس ايو يا سامية ان انا حتى ما بشربش السجارة فاضية مضمن اجهزة ملهاش اي قيمة ملهاش اي قيمة بالنسبالك عشان انت مش فاهم عميتها بس الاجهزة دي عادي جدا ان انا اشتريها لازم اتابع التقدم التكنولوجي اللي موجود في البلد زي ما انت تشتري الصيغة والدهب كل ما بيبقى معنا ارشين زيادة السيغة والدهب دي كأنها فلوس متشلة في البنك ادخار انما الاجهزة اللي انت عملت الشريحة عمال على بطال دي ملهاش قيمة يوم ورا يوم قيمتها بتقل ولما تيجي تبحة بعشرة امانة انا اخاف عليك ليه اقلق على مستقبلي معاك ليه اخاف على فلوسك ليه يا سامية اديني مفاتيح العربية انا راحة بيت اهلي وخليك بقى انت مع الاجهزة بتاعتك اللي ان شاء الله خليك تباحهم حتة حتة لما جرجرك في المحاكم واطلب منك نافق او متع او مؤخر نافق او متع او مؤخر وستك كده سامية ماشي اوكي فضالي مفاتيح العربية اهيه هبعت البواب يا اخد الشنطة لو سمحت اعاوز ايه فضالي اخد الورق ده ايه ده اريه يمكن ينفعك عموما اندي مش ورقة الطلاق معقولة ده عقل الشقة الجديدة ودي مفاتيح الشقة الجديدة فضالي خاضي شنطاتك وروح عاضب بيها انت عارفها مكانها بدل ما تروحها عند ابوك ولا امك وتعمل لهم ازعاج بك نانك ده انا مش مصدقة انت دفعت العشرين الف جنيل سعيد غباوة حاولت ان انا مبارح اتدير الفلوس وانتي قاعدة في ارباز انا معرفتش وطبعا ما كانش ينفع في وجودي اتدير الفلوس عشان ما بوص المفاقجة اللي انا كنت اعملها لي نهاردة غيبلك العقب وغيبلك المفاتيح عشان افراحك لقيت العبط بالهابة محمود بلا محمود بالعباس يلا على امك انا شخصيا ميت من جوة اخش كل اللومة وانام بقى من غير اي ازعاج مرطار يلا بتاعت المؤخر والنافقة والماطعة محمود عاوز ايه تاني من زفت عاوز اعزمك على العشان اصلي بصراحة كنت نوالك على نية سودة مهببة بسبتين نيلة وعشان كده ما عملتش عشان اه وانا بقى راجل شقيان طول النهار عشان اجيبلك بشوة وارجع ملاقيش حاجة كلها خلاص يا حبيبي بقى عشان خطري ده ما اللي عزمك؟ ما ده ما انت اللي عزماني خلاص بس هاكو بس يا ريت بقى تعشيني كباب وكفتة ومالو يا حبيبي كباب وكفتة ورياش بتيلو ورياش بتيلو وحمام واحدة محشة واحدة ماشو وحمام وصلطات وعزبقة بغنجو ومعالج ما تاخلص بقى؟ مش واكل انا محمود يفتح حرام عليك وكل حاجة علي ايه ده؟ صباح خير فامي؟ صباح محمود خير؟ اه مش ديه برضو وشاقة الاستاذ محمود يوسف؟ اي وشاقة الاستاذ محمود يوسف عاوزين ايه؟ احنا يا فاندم قصرة الشركة الدولية اللي تكن رجل للصلاة والكمبيوتر يا فراموك النائبة محمود بيت؟ انا مراته للاسف يا فاندم احنا لازم نقبله شخصيا بشار تأساسي اللي احتفالية احتفالية؟ محمود! يا محمود في ديوف عاوزين ايه؟ ديوف مين؟ اهنو ساعمين ده؟ ده الاستاذ محمود يوسف ان انتو عاوزين استاذ محمود اهلا بحضرتك انا ايهاب طاقة مدير الشركة الدولية اللي تكن رجل للصلاة والديوفي حضرتك عميل مشهور عندنا وياما اخذت من ديوفي يا جيزة ارجو ان ساعدك تكون فاكرة اه طبعا فاكرة كوي سنعياما اشترت من عندكم استدهاء في الحقيقة يا استاذ محمود انا يسعدني ويشرتني اني اقدم لحضرتك الجيزة الكبرى من شركتنا الجيزة الكبرى؟ الجيزة الكبرى زايع دي جيزة يا فاندم اعلنت عنها الشركة وبنقدمها للعميل رقم 10 تلاب من الافاضل اللي كانوا بتعملوا مع شركتنا وحضرتك سعيد الحظ الف الف المبروك يا استاذ محمود الله يبارك فيه جيزة يعني انا عمري ما تصورت افد ان انا فوز بالجيزة الكبرى حضرتك فوزت بيها فعلا يا فاندم تسمح لنا بس ندخل الف مبروك يا استاذ محمود جيزة العميل رقم 10 تلاف ده احدث جهاز لسه واصل حالا من اليابان اه اه اليابان صح بس يعني انا هعمل به ايه الجهاز ده يعني ده انا عندكم بيوترات بالهابن اه يا فاندم بس دي جايزة حضرتك ايوه يعني انا متهالي لو كنت لقيته بدل الجايزة دي مثلا جايزة تانية زي تلاجة تلفزيون ديش وشر مثلا يعني اي حاجة تنفع بدل الكمبيوتر ده ده كلام برضا يا استاذ محمود زي ما حضرتك عارف شركتنا ما بتشتغلش غير في تكنولوجيا للتصالات الحديثة يعني بقى لو حضرتك عايز تلاجة ولا غسالة تروح بقى حضرتك شركة ادوات منزلية اه صح طبعا طبعا طب خلاص بقى انا متطرق باله يعني هعمل ايه طيب يعني طبعا يا فاندم ألف ألف مبروك تسمح بقى حضرتك جنب الجهاز كده علشان ناخد لنا صورة من المضمزين اوي اوي بس البجامع يعني مش اشكال ما انا لا يا اخوة بيقولك صورة مع العميل رقم 10 تلاف انت مرات العميل رقم 10 تلاف اطلع من الصورة يا صورة ات صاح يا حوة دا كمان ات صاح يا حوة دا يخلص دا بقى صورة كمان اخرم عقلك يا محمود ويتقلف في الحياة كمان اسمع انا عايز المشهد دا بلكامل اللي تكتبهولي في المسلسل الجديد بتاعت احدد تحكي يا اخبار لا يا أستاذ المشهد دا تتكلفك فلوس كتير قوي مهم زي ما اتفقت معاك قادي سبعة حلقات خلصة في اسبوع زي ما اتفقت هو ده الشغل مش عايز عشرين الف جنيه تاني وتعمل لي سبع حلقات اللي زوجها الجاي؟ لا بقولك ايه ارحمني بقى شوية سيب نعيش مع الجهاز الجديد ده التنصيب يا محمود قال ايه جايزة العمير رقم عشر تلاف ودخلت على مراتك دخلت عليها يا سيدي بس بقولك ايه مراتي سامية دي اصلها واعي يا قوي يا ريت بقى حكاية العشرين الف جنيه دي ما تجيبش سريتهم عشان بتقايد كل مالين في دفتر حسابات عندها خلي العشرين الف بتاع الكمبيوتر برا العقل لح سنروح في داهية عناية يا محمود هعمل كل اللي انت عايزه لس الحقني الحقني وكتبلي وانت مبسوط كده صراحة انا مش هقدر اكتب قبل اسبوع لازم بقى عيش شوية مع الجهاز افهمه ويفهمني ويحصل بنا نوع من الميس اندرستاند ايا سمسون مش فقدم بس الامتالي قصة تاري اللي جوه مالي كسانتيك ايه مش عارفة يا سعيد مش داخل في دماغي ابدا موضوع جايزة الفايز من امرأة عشر تلاف دي ليه يعني ايه اللي حصل محسك كده انها كانت مسرحية مسرحية بين مسؤولون موصلين خايبين زي ما يكونوا متفقين مع بعض على اللي حصل ده ليه يا سمس؟ شركات كتير قوي بتعمل كده عشان تجذب الزبون والزبون بيبقى رايحه بالتصور انه هو الوحيد اللي هيكسبه وبوزيك كده؟ طيب يا سعيد لما محمود يفوز بجايزة ليه ما يروحش يستلمها بنفسه؟ ليه يجيله اربع موظفين طوال عراضه ويسيبوا مكاتبهم عشان يسلموا الأستاذ محمود جايزته في بيته لأوي ايه؟ شوف بقى التقيلة محمود رفض الكمبيوتر ويقولهم بدلهولي بطلاجة او غسالة اللي من ساعة ما جي الكمبيوتر ما قامش من قدامه اللهي انا ما عارف الواحد يرضيكو ازاي يا ستات؟ تقولوا الصراحة يا رجالة تبطلوا كذبه واخداعه وغشه طيب 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 ايه ديه؟ وليليو انت ونمي انت نيلو امت؟ انت قدامك قدقي وتخلص يعني يوم يومين بالكتير يبقى ان شاء الله ننقل كمان اسبوع عالبرك يا حبيبي يلا بقى قوم يشوفي لو محتاجة اي حاجة في التشتيب قلعاني لو سمحت حب يلا بقى شركة الدولية لتكنولوجيا لاتصالات الكمبيوتر فاتورة المطلوب من السيد محمود يوسف مبلغاً وقدره عشرون الف بنيه قيمة واحدة كمبيوتر دي نفس الشركة اللي جابت الجايزة كمان نفس الموديل بتاع الكمبيوتر ونفس التاريخ الموديل الانتاج ادى فيه محمود عشرين الف بنيه بقى كده يا محمود اشتريت الجهاز بتجذب علي بقى انت عامل شاطر ومفتح انا بقى هوريك الشاطر اللي على قصولها بس ياريت تستعملها سيب يا حبيبك جورنان عشان تعرف تاكم حاضر يا حباب تسلم ايديك تعابتك معايا والله يا سلام احلى بيت قملت انت اللي بتعمليه صراحة ده فول اه فول قملت يعني بس جميل تسلم ايديك بالهنة والشفا ما قلت ليش برنامجك ايه النهاردة مفيش اطلع على التلفزيون الاول جماعة بتورقابة معترضين على مشاهدين في حلقة ستة وعشرين وبعدين اطلع على مدينة الانتاج الاعلام المسلسل التاني عايزين يا ساتي غيروا المشاهد الخارجي كلها بتاعت المسلسل ويحولوها consec Squad رمضان داخل ويكتشفوانو رمضان داخل فااخر لاحزة بعدكده بقى هارجع ان شاء الله على الساعة 10 عاشة بالليب كدة كويس قسانا closes مجئولة طول النهار مع جمعية احباء الطفولة مهم جماعاها بتاعيانكو عندوكو سكر من ابو مايو ستين صحيح سكر ايه ان crafting اننا باقام Politics اكمالي سوق خيري اه جماعية خيري يا انسيت صاح عارف الاي سوق النهاردة كل واحدة مش محتاجة حاجة بتوديها على السوق يعني هدوم ادياقت اكسسورات ملهاش لازمة هدايا مش عايزينها اي حاجة ملهاش لازمة وبيخصصوا الدخل ده للاطفال اليوتم والله برافو عليكم انا بصي عن شوية هدوم ادياقت او واسعة مش عارف خديها وانا كمان يا محمود لقيت هدوم كتيرة مش محتاجاها وانا بوضى بالشونت هوديها على السوق الخيري عشان تبايا طيب كويش لو عايزة العربية بتاعتي خديها مدام معاك الشونت وشيله بتاعنا انا كلم بقى الجماعة بتقول انتاجي بقيتول العربية توديني ربنا يخليك يا حبيبي قلبك طيب بس انا متفقى مع سعيد اخوي هيجي اخدني من هنا ويوديني بالشونت على الشقة الجديدة وبعد كده نطلع على السوق الخيري طيب يا ساتي طيب ما تاخد العربية يا سامية ما انا بقولك على فكرة يا محمود انت طيب قوي وحنين قوي وانا بحبك قوي ايه ده ايه ده انت بتقوليلي بحبك كأنك بتقوليلي انا بكراهك ايه المناسبة يعني يا السلام هو انا هحتاج مناسبة عشان اقولك بحبك اه صح مش بحتاجة اي مناسبة ما انا بردك يا سامية بحبك والله بحبك ومن غير اي مناسبة اضراب اضراب انا كده او مفيش غير كده عندي مفيش حبل تاني لو عجبك عجبك مش عجبك انت حر بقى ايه ده مهارده عندنا حفلة ولا ايه مهارده رعيد ميلاد ولا عيد ميلاد سامية يا انهاريس واحد لا يكون عيد ميلادها ماتي ولا نسيتك بلاه دا ايه اهلا 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 يا حياتي ستقول لها عسل دا ايه الحلوة والشياكة والجمال دا واللحمرات دي ايه عندك حاسبة ولا ايه الحمد الله على السلام الله يسلمك يا حبيبتي ايه الحفلة دي ايه المناسبة النهاردة فيه عيف قاومي ولا ايه اطلاقا يا حبيبي دي مناسبة قررت احتفل بها انا وانت مع بعض بس عرفت بمناسبة ان احنا خدنا شققاتنا الجديدة لا احتفال الشقة هيبقى في الشقة الجديدة وهنازم كل اصحابنا وقريبنا والهداية ترفى علينا الله مالطور طوبة فور ايه الحكاية يا عام دي حفلة بمناسبة يوم الخير والحظ يوم الخير والحظ يا سلام سداي ينفع اسمه مسلسل يلا بقى نحتفل يا حبيبي نحتفل عارفة انا حاسس كده ان انا بتعامل معاملة تلت نجوم فايب ستارز ههههههه حبيبي انت فاكر الجايزة اللي اكسبتها من شركة الكمبيوتر ايه ايه اه 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 جايزة طبعا فاكرها اللي هي الكمبيوتر الكبير اللي جابوهو يفاكره طبعا انت النهاردة اكسبت جايزة تانية عشان كده انا سميته يوم الحظ يعني ايه الشركة بعثتلي كمبيوتر يعني مش فاهم السوق الخيرية النهاردة اللي اتعاملت قرر مجلس الادارة انه هديك جايزة بصفتك اكتر واحدة برة ودي يا حبيبي شهادة التأدير وده درع الكرم درع وشهادة يعني ايه ياه ودي شماية الخير نولحها عشان يعم الخير على الدنيا كلها ودي كمان يا حبيبي ترطة الخير بس دي ملهاش دعوة بالجماعية انا اللي شريعها عشان احتفل بيك وانا مش فاهم حاجة ولا ايه يا حبيبي السوق الخيرية كسبت خمس تلاف جنيه النهاردة انت الواحدك اتبرعت بثلاث تلاف جنيه عشان كده خدت الجايزة الله وانا عندي ايه يعني ممكن اتبرع بيه جيب ثلاث تلاف جنيه نقولنا ان اتبرع بشوية يدوم اديقت او واسعت شوية الكتب مش محتاجها شوية هدايا مش عاوزها بيه الزهب هدايا مش عاوزها انا قاعدت افكر ايه يا سامية اللي ممكن تتبرعي بيه باسم جوزك المؤلف الكبير المعروف ويليق بمقامه قلت ايه الهدية اللي ما كانش عاوزها وكان عايز يبدلها يا بتلاجة يا بغسالة ما لقيتش غير الهدية اللي جابتها لك شركة الكمبيوتر ايه؟ يعني انت باعت جهاز الكمبيوتر الجديد بتاعي للجامعية الخارقة بتاع هيكو الناس اتهبلت علي يا محمود المازاد بدأ بمتين جنيه وانتهب تلات تلاف جنيه هدي يا جتلتة ببلاش جابت تلات تلاف جنيه للاطفال اليتامة وانا مالوما للاطفال اليتامة هو اللي يبتمتوهم وبعدين دي ما جادش ببلاش يا سامي ما جادش ببلاش؟ ازاي؟ مش دي جايزة؟ ايوا جايزة بس برضو ما انا دفعت بقى شيش كتير جدا للعمال اللي طلعوا الكمبيوتر لغيت هنا وبعدين صرفت فلوس كتير اقوي في الشركة دي على ما بقيت الزبون رقم عاشر تلاف كان لازم تستأذنين يا سامي قبل ما تعمله مصيبة زي دي مصيبة؟ طبعا مصيبة الا الاول يعني ما كنتش عايز الجهاز بس لما عادت عليه وشفت الامكانيات بتاعته لقيتها مش موجودة باي جهاز تاني عندي الجهاز ده لازم يرجع يا سامي يرجع ازاي يا حبيبي بعد ما تباع يا نهر اسوح ده انا نقلت عليه كل شغل يا سامي نقلت المسلسلات والافلام والمسرحيات وما عنديش ولا نسخة تانية منه ياه انا كده مجهودي كله ضاع ما تخافش يا حبيبي انا خليت سعيدة اخويا نقلت كل الحاجات اللي على الكمبيوتر على السيديهات دي يعني شغلك في الحفظ والصوم انت الجن انت جهاز بعشرين الف جنيه بعيد تلات تلاف جنيه بكام؟ بعشرين الف جنيه؟ يا خارة بقى دول اللي اللي خدتوهم من ويليم والي اللي دفعتوهم للسعيد عشان الشقة اعترف ايا كان انا سألت على تمن الجهاز لقيتو عشرين الف جنيه اه ومستورد من اليابان حسب الطلب ماهو مفيش جايزة بتيجي معها فاتورة ناسيو الفاتورة الجهاز بتاعي وانا اللي اشتريت وهتعمليلي يا سامية هتعليلي المشناءات انا هاورف فلوسي مدم كاف في بيتي ومكفيك ومش محتاجة مني اي حاجة عايزة مني ايتي انا سامية مش عاوزة حاجة يا محمود انا اصلي كنت متصورة ان احنا من يوم ما اتجوزنا بقينا حاجة واحدة ومن حقيقة شركك في كل حاجة في حياتك كنت متصورة انك بتحبيني ومتقدرش تخبي عني اي حاجة او تجد كان نفسي خليك تعمل مستقبل لولادنا عشان ما يتعبوش في حياتهم زي ما تعبنا هو ده اللي انا كنت عاوزة يا محمود خلاص بقى سامية تعرف يا عمي ان انا من زمان وانا عندي عقدة مقص الزبط زي ما بيجيبوا بني ادم يحبسوه لمدة اسبوع من غير لاكل ولا شرب وبعد كده يطلقوه على ترابيزة مليانة خيرات خلاص بقى سامية علشان عرفت خلاص العقدة اللي عندي وان شاء الله هزبط نفسي يعني مش هتكتب عليها تن؟ عمري ما اجتب عليك تاني ولا هتضحك علي أبدا؟ قعيب وخنخلي فولاد اول ما نروح الشقة ان شاء الله هيديه في ايد ربانا بس ان شاء الله يعني وهتحط لهم وديعة في البنك بقى ساميهم؟ وديعة عمر اهلك محيل مهمية انا عارفة طبعا ان انت زعلان على الكمبيوتر بتاعك يلا بقى هولع طب يطر يا محمود لو الكمبيوتر درجة هتعمل بي ايه؟ هرجعه طبعا وابقى جيب بقى العشرين الف جنيه اللي انا دفعتهم فيه بجد يا محمود هترجعه وتاخد الفلوس؟ اه طبعا رجعه بس هيرجع ازاي؟ طب يلا 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 عشان يجيب الكمبيوتر وتاسحى الصبح يترجعه هجيبه منين بس ولا يشتريب المبلغ ده اهبل عشان يرجعه اصلي اصلي بصراحة يا محمود انا ما بيعتش الكمبيوتر في السوق الخيري انا كذبت عليك اعمل ايه؟ انا تعلمت منك الكذب يعني مفيش هادة تقدير ومفيش دراع الكرم وامفيش حتى شمائة الخير تعلمتني الكذب يا محمود يعني الكمبيوتر موجود وما بيعتهوش احلى كذبة في الدنيا ياه اوه انا بس دلوقت يا سامية اتأكدت اقديه ان انا بحبك ماذا يا حبيبي؟ خش برجلك اليوم خلي بيه اللي باكل بيه يا حبي بتاكل برجلك؟ ايه رأيك؟ الله هلو قاوي ذوق الفرش ده؟ ماذا زود؟ تستمديك؟ اه كل بيوت مرأو شيلوا بق ايه يا حبيب عشان ترجعوا بكرة زين ومفتيل؟ اه طبعا بس يعني محتاجة امسح الشغل اللي عليها عشان ديها حاجات فلوز يعني اوكي يا حبيب امسح الشغل اللي عليها يا محمود انت بتحب الكمبيوتر قوي كده؟ صراحة انا انا بحب كل الاجهزة بس خلاص وعدك ان انا هرجع وعدت قردين عليه وانا محبش حاجة اكون مديونة عارفي يا محمود اكتر حاجة بحبها فيك لا اكتر حاجين بحبهم فيك طيبة قلبك وصوتك النادر ده اه محمود لو خليتك تحتفظ بالكمبيوتر ده توعدني ان ده اخر جهاز تشتريه؟ بجد؟ اوعادك طبعا اخر جهاز يعني احاولي باخر جهاز ان شاء الله بس بشارك اشروتي زي ما انت عايزة مادم هتسيبيلي الجهاز براحتك خالص تعلمني على الكمبيوتر عشان احبه زي ما انت بتحبه يا سلام عليك يا سامي عناية ليك واعلمك بسهولة وببساطة وبسلاثة بص يا ساتي البتاع ده اسمه موس يعني فار تمسكي الفار كده اهو واخدبالك وتيجي عند العلامة اللي مكتوب عليها استرد بتدوسي عليها بتلاقي بقى ايه البروجرام والديكومنتس والسيتنج والسيرش والهلف والرن غير كده عندك السورس السورس ده بقى مسؤول عن السرعات بتاعت الكمبيوتر عندك الهارد وير وعندك السوفت وير فهمتي؟ لا طبعا ما فهمتش يبقى انا كده حاولت وعملت اللي عليها انتي صعبة تفهمي الكمبيوتر ده حاجة صعبة جدا يالا قوم اعملي لكم باية شاعة شاعة زراكت